اشتركوا في القناة القاهرة الإسلامية اللي الدولة النهاردة بتتحرك فيهم عشان نعيد مرة أخرى رونق القاهرة واعادة وجه القاهرة الحضاري والحقيقة يمكن هنا يعني خلينا ان احنا نتخيل احنا بنتكلم على مساحة 95 فدان كانت قبل كده كانت فيها منطقة المدابخ اللي كانت مشهورة جدا وكنا عارفين كلنا حجم التلوث الشديد جدا اللي كان موجود واللي النهاردة باين أثاره في الأرض نفسها واحنا النهاردة بنعمل ونشتغل على هذا المشروع من حجم التلوث الشديد اللي كان موجود وبقاله يعني عقود طويلة جدا 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 لم تمتد إليها يعني يد أحد بالتطوير الحمد لله ربنا يعني قدرنا ونقلنا المدابخ لمنطقة حديثة جدا ونقلنا السكان اللي كانوا موجودين معاها والورش وكل مكان والنهاردة بنعمل مشروع حضاري بكل المقيس بيراعي الطابع الأساسي اللي كان موجود في هذه المنطقة وهو الطابع العمارة الإسلامية والعمارة اللي هي بتعود لهذه الفترة بنحترم الأثار الموجودة بنتعامل مع المنطقة عشان يبقى جزء من تطوير المركز التاريخي والمركز الإسلامي الكبير اللي كان موجود في مدينة القاهرة ويمكن أنا أحابب أن أنتهز هذه الفرصة عشان أأكد على يعني في ضوء طبعا للنقاش لما من ساعة ما احنا بتدينا نعلن عن تطوير القاهرة الإسلامية ابتدى يحصل نقاش وجدل وده شيء صحي جدا على إيه اللي حيتعمل في هذه المنطقة باعتبار طبعا أنها منطقة توراث مش بس مصري ده توراث عالمي ومسجلة في اليونسكو وبالتالي إحنا يمكن كنا حريصين كل الحرص من أول لحظة وإحنا حنبدأ نتحرك في هذه المنطقة وده اللي أنا بقوله من هذه اللحظة أن إحنا لم نكن بدأنا حتى في أي خطوة تنفيذية على الإطلاق أنا بتكلم هنا على القاهرة الإسلامية والقاهرة التاريخية غير لما نبدأ يعني نتواصل مع كل الجهات المعنية بهذا الموضوع وبالتالي إحنا في تواصل كامل مع المجلس الأعلى الأصار مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الحقيقة كان فيه زيارة يعني من أسبوع الماضي مع أحد أهم كبار قيادات في منظمة اليونسكو العالمية وكانوا موجودين وعرضنا عليهم بمنتهى الشفافية أفكارنا اللي حتبقى إحنا حرسين كل الحرص أن إحنا نعملها في هذه المنطقة وتم التوافق معاهم أن يكون هناك دعم فني ومساعدة أيضا من اليونسكو بالإضافة إلى طبعا كل الجهات والخبرات الوطنية المعنية بهذه المنطقة وخليني بس عشان أوضح للجميع إحنا عندنا ثوابت واضحة جدا الثوابت هي أن هذه المنطقة زي ما أنا قلت الحدود المسجلة كتراث عالمي بيبقى التحرك جواها بثوابت محددة تماما أول شيء طبعا أن إحنا بنتكلم على الأثار أن يتم ترميم الأثار واستعادتها مرة أخرى إلى ما كانت عليه ومنطقة القهرة الإسلامية والكل العارفين الحقيقة تأثرت على مدار مش عايزة أقول للخمسين ستين سنة اللي فاتوا بتأثر شديد جدا وأصبحت النهاردة المشكلة اللي حصلت فيها أن نامت فيها مباني عشوائية لم تكن موجودة أصلا من الأساس والكلام ده للأسف تزايد في الفترة اللي كانت الدولة فيها يعني ما فيش فيها قوة وحوكمة حقيقية يمكن الفترة اللي كانت من عشر سنوات وبرضو عشان برضو يعني ما نصدمش هذه الفترة الموضوع يعني متجزر من ما قبله ويمكن بالذات لو نتذكر كلنا كان فيه الزلزال الشهير اللي حصل في مصر سنة اتنين وتسعين وكان أثر على مباني كثيرة جدا جدا جوا القهرة الإسلامية وللأسف اللي حصل إن السكان البيوت اللي كانت تداعت وتأثرت بصورة سربية في هذا الوقت اتنقلوا لمباني أثرية ومناطق أخرى جوا المنطقة وابتدوا يعيشوا فيها ويسكنوا فيها بطريقة ما نقدرش نقول إنها طريقة سليمة وابتدت تظهر أنشطة مش المفروض إنها تبقى موجودة في هذه المنطقة على الإطلاق يعني أنشطة بكل المقاييس أنشطة خطرة شديدة التلاوث وممكن تمثل تهديد حقيقي للمنطقة من هذه المنطلقات إحنا كنا شغالين على نرمم المباني الأثرية المبدأ الأساسي هو الحفاظ على النسيج العمراني اللي بيميز هذه المنطقة هذه المنطقة معروف تماما مدى تميزها مش فقط على قد المباني الأثرية ولكن كمان على النسيج العمراني نفسه المباني الأديمة اللي هي مش مسجلة كأثار ولكن إحنا كلنا عارفين إنها دي تمثل تراث حضاري وكمان جزء من النسيج بتاع المنطقة ودي برضو بيتم الحفاظ عليها وترممها بيتبقى عندنا بالتأكيد هناك مباني دخيلة ابتدت تتبني وظهرت في الفترات الأخيرة أو مباني متهدمة بالكامل عبارة عن حطام وأراضي النهاردة خاربة موجودة هي دي اللي إحنا النهاردة بنعمل فيها إيه؟ بنبدأ اللي هو التدخل أو المقترح التدخل عشان إحنا لسه ما بدأناش بالفعل مقترح التدخل إن أنا أجي على المباني الخاربة أشوف وإحنا ده عندنا الحمد لله توثيق لصور موجودة عندنا للمناطق منطقة دي بقالها مئة سنة ومئة وخمسين سنة ودي صور كانوا المستشرقين اللي كانوا موجودين صوروا وعملوا دوكومنتيشن وغير يعني كل الخبراء اللي وثقوا هذه المنطقة من المصريين بنبدأ نرجع أصل المنطقة كان إيه؟ ونحاول إن إحنا نرجحها إلى ما كانت عليه وبالتاني مباني كانت خاربة وموجودة في هذا المكان وتهدمت النهاردة ومش متبقية أبدأ أعيد بنائها بالشكل اللي كانت عليه من مئة سنة ومئة وخمسين سنة ومئةين سنة نرجحها بأسلوب جديد وبنفس الطابع اللي كان موجود في المنطقة ونبدأ نتحرك عليها طيب مباني النهاردة اتبنت للأسف يعني في غايبة من القانون والحوكمة بتاعت الدولة وبقت أنا مش عايز أقول جوه حرم الأثر نفسه ده أحواش بعد المباني الأثرية اتبنت عليها جواها مباني بخرصانية وبقت موجودة هل الطبيعي أن أنا أترك هذه النوعية من المباني وأسيبها بالتأكيد لا يبقى لازم أن أنا حتدخل ويعني أبدأ إزاي أتعامل مع هذا الموقف وأتحرك فيه عشان كل هدفنا وده اللي أنا بأكد عليه كيف نعيد مرة أخرى للقاهرة الإسلامية والقاهرة التاريخية الرونق الحضاري اللي كانت وكانت هذه هي حاضرة العالم العربي والعالم الإسلامي كل هدفنا كدولة النهاردة إحنا هندخل ونعمل يعني حجم هائل من الإنفاق على رفع كفاءة البنية الأساسية على زي ما بنقول تطوير وترميم المباني الأثرية الحفاظ على النسيج الحضري اللي كان موجود وإزاي أن إحنا نعيد سياخته بطريقة سليمة وندخل أنشطة زي ما كل العالم بيستفيد من المناطق التاريخية ببعض الأنشطة المتوافقة بيئية اللي ممكن تكون لها طابع سياحي وبعض الطابع اللي ممكن يبقى بيتميز ويتوافق مع المنطقة فكل دي كأفكار إحنا بنترحها وأسس هنشتغل عليها طبيعي جدا مع أي مشروع هنبدأ نشتغل نلاقي بعض النقاشات ودي كلها نقاشات محمودة نلاقي البعض يقولك طب هو أنت ليه هتعمل المنطقة دي كده وتم تغير وتم تعمل كل دي قابل دي كلها نقاشات حول تفاصيل ولكن اللي أنا بأكد عليه هي الأسس والثوابت اللي أنا بطمن بيها كل اللي تكلموا على هذا الموضوع إن إحنا كحكومة مصرية بنتحرك في إطار هذه الأسس والثوابت اللي بالتأكيد واخدنها وباعتبرنا وحطنها دايما في اعتبرنا وفي يقننا إن الحفاظ على هذه المنطقة واستعادة الشكل الحضاري اللي كانت طول عمرها عليه عشان فعلا تبقى في إطار التطوير الشامل اللي الدولة النهاردة بتعمله للعاصمة بتاعتها إحنا النهاردة جزء أصيل فيها وكنز كبير جدا هي القاهرة الإسلامية والتاريخية اللي إحنا حرسين كل الحرس إن شاء الله إن إحنا نرجحها إلى ما كانت عليه وأفضل بإذن الله شكرا